السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد على كنوات ايم ايفون احيانا انت ما بتبقاش حابب ان انت تستخدم نفس حساب الابل اي دي على كل الاجهزة انت بتستخدمها او اجهزة الايفون والايباد الموجودة في البيت وحابب ان انت تغير حساب الابل اي دي ولكن ما تعرفش ازاي ان انت تغير حساب الابل اي دي اللي موجودة على جهزك الايفون من خلال الفيديو بتاع النهاردة اشرح لك تريتين تقدر من خلاله من انت تغير حساب الابل اي دي اللي موجودة على جهز الايفون حتى لو انت مش عارف كلمة السر بتاعت حساب الابل اي دي الطريقة الاولى الطريقة العادية لتغيير الابل اي دي على الايفون الطريقة ديات بسيطة جدا وعادية كل اللي عليك اللي انت هتدخل على الاعدادات بعد كده هتدخل على الابل اي دي وبعدين هتدخل على تسجيل الدخول والامان بعد ما تدخل على تسجيل الدخول والامان هتلاقي ايميل الايكلاود ظهر معك نوات او ايميل الابل اي دي ظهر معك بالشكل دوت هتدوس نوات على تعديل بعد كده هتدوس على اضافة بريد الكتروني او رقم هاتف وبعدين هتدوس نوات على اضافة عنوان بريد الكتروني اخر هتظهر معك الخاندية اللي هي كتابة البريد الكتروني هتبدأ اللي انت تكتب البريد الكتروني وبعدين تدوس على التالي وبكده هتقدر اللي انت تغير الابل اي دي اللي موجودة على جهاز الايفون إنما لو أنت مش حابب اللي أنت تستخدم حساب الابل اي دي ده أصلا على جهاز الايفون وحابب اللي أنت تغيره ولكن أنت مش عارف كلمة السر بتاعته من خلال الطريقة التانية تقدر اللي أنت تزيل حساب الابل اي دي بدون كلمة السر الطريقة التانية الخاصة لتغيير الابل اي دي على الايفون تغيير الابل اي دي بدون معرفة كلمة السر عشان تقدر اللي أنت تغير الابل اي دي بدون كلمة السر هتحتاج اللي أنت تستخدم برنامج لوك ويبر البرنامج دوت بيوفى لك ميزة تغيير الابل اي دي من على جهاز الايفون بدون ما تكتب كلمة السر وكمان الموقع اول ما هتدخل عليه اول على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الواس هتلاقي الموقع كده هتبيقدم لك عروض وخصومات بالنسبة شهر رمضان الكريم هتبدأ لانت تستفيد كمان من العروض ديات او الخصومات ديات على الموقع دلوقتي هتبدأ لانت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت هتختار من هنا الغاء اف لمعرف ابل بعد كده هيتطلب منك البرنامج اللي انت توصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي بعد ما هتوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هتلاقي البرنامج فتح لك التحذير دوت والتحذير دوت بيتكون من 3 شروط اول حاجة ان جهاز الايفون دوت هيتم مسح كل البيانات اللي موجودة عندك علشان تقدر لانت تزيل حساب الابل اي دي تاني حاجة ما تفسرش الانترنت من على جهاز الكمبيوتر وتالت حاجة لازم يكون جهازك الايفون دوت بيدعم اصدار الاي و اس 11.4 او الاصدارات الاحداث من كده بعد ما تقرى التحذير دوت هتدوس على البد بعدين هيتطلب منك البرنامج اللي انت ده تنفذ الخطوتين دولت عندك على جهاز الايفون اول خطوة دلوقتي اللي احنا هنعمل رمز دخول على جهاز الايفون لو انت عندك رمز دخول وعارف رمز الدخول اللي موجود على جهازك الايفون مش هتكمل الخطوة ديت السر لحساب الابل اي دي هتدوس على الغاء واول ما هتدوس على الغاء يبقى انت كده انشأت رمز دخول تاني خطوة نوات هنتأكد ان المصادقى ذات العملية تعمل عندنا على جهاز الايفون هتدخل كده على الابل اي دي بعدين هتدخل على تسجيل الدخول والامان بعد كده هتلاقي عندك نوات المصادقى ذات العملية هتدخل عليها بالشكل دوت لو فتحت معاك وجابت لك البيانات اللي هي بداخل المصادقة زيادة العملين دي تيبقى كده بتعمل معاك وشغل على جهاز الايفون لو لقيتها لا تعمل ما تكملش باقي الخطوات عشان جهازك الايفون هيوقف على الايكلاود او صفحة اللي هي المقيد بالمالك وهيطلب منك اللي انت لازم تدخل الابل ايدي وكلمة السر لو فتحت معاك بالشكل دو تيبقى كده كل امورك تمام وهتكمل باقي الخطوات بعد ما تأكدنا من الخطوة الاولى والخطوة التانية هندوس على التالي وهيطلب منك البرنامج هنا اللي انت تدخل 6 اصفار للتأكيد هندخل كده 6 اصفار في البرنامج وبعدين هندوس على فتح وهيبدأ كده البرنامج في فتح الابل ايدي او ازالة الابل ايدي من جهاز الايفون وهيتبقى بس خطوة واحدة اللي هي هتنفزها لزي ما تشايفين من الصور ديت هيتبقى خطوة عشان تزيل الابل ايدي بشكل نهائي من جهاز الايفون هنستنى كده لحد ما يفتح معنا جهاز الايفون مرة تانية ونكمل بقى الاعدادات اول ما يفتح معاك الجهاز بالشكل دوت هتبدأ اللي انت تزبط الاعدادات تختار اللغة بعدين تختار الدولة بعد كده هتدوس على اعداداتي ادويا وتتصل بشبكة الواي فاي بعد كده هتجيلك صفحة التنشيط بالشكل دوت هنتبه التعليمات اللي ظهر لنا البرنامج اللي احنا هندوس على فتح الافل باستخدام رمز الدخول بعد كده هتزهلك القيمة ديت هتختار من هنا استخدام رمز دخول الجهاز وهنبدأ اللي احنا ندخل رمز الدخول اللي احنا قلنا عليه في بداية الفيديو هندخل كده من واحد لستة اول رمز اللي انت هنشأته بعد كده هيفتح معنا جهاز الايفون بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده هيبدأ انه يفتح دي صفحة التنشيط زي ما انتوا شايفين هيبدأ انه يقرر الرمز اللي احنا دخلناه هنستنى كده شوية كده فتح معنا جهاز الايفون بدون ما يطلب مننا الابل اي دي وكلمة السر هندوس على متابعة بعدين انت هنا هتكمل بقى الاعدادات لو عايز تضيف بصمة او عايز تضيف رمز دخول لو مش عايز هتضوس على عدم استخدام بعد كده لو عندك بيانات مثلا عايز تنقلها او تعملها استعادة مرة تانية على جهاز الايفون من جهاز الكمبيوتر هتختار من هنا استعادة من الماك او الكمبيوتر لو مش عايز هتضوس على تنكل التطبيقات والبيانات وفي الخطوة دي هت لو حابب اللي انت تضيف ابل اي دي جديد تقدر اللي انت تضيف ابل اي دي جديد على جهاز الايفون وبعد كده هتستخدم جهازك الايفون دوت بابل اي دي اللي انت حتضيفه لو مش عايز تستخدم ابل اي دي على جهاز الايفون هتدوس على نسيت كلمة السر بعد كده الاعدادات لاحقا عدم استخدام وتكمل بقى اعدادات الجهاز لحد ما يفتح معاك والشكل دوت كده جاهز جهازك الايفون انه هو يشتغل معك بدون ابل اي دي زي ما انتم شايفين كده فتح معنا جهاز الايفون مع لهوش ابل اي دي كده عملنا ازالة للابل اي دي بشكل ناية من على جهاز الايفون لو حابب اللي انت تديه في ابل اي دي حتديه في النهوات من خلال الاعدادات اللي انهوات في جهاز الايفون وتقدر اللي انت تستخدمه تنزل تطبيقات من لعاب ستور ولا اي حاجة فاتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو بجاي